يقولوا الراجل مظلوم أحياناً لأنه الست أكتر اجتماعياً وتحدثاً وكلاماً وزي ما أنت قلت برامج وحالاته وحاجاته فهي عندها منابر كثيرة تتحدث فيها والراجل المنابر القليلة ومش طبيعته الكلام الكتير فبالتالي نقر بها عندها مش طبيعته دي عشان هي دي الست لو احنا فهمنا الفرق بين طبيعة المخلوق اللي اسمه الرجل والمخلوق اللي اسمه المرأة هنقدر نعرف أنه الراجل مش عنده نفس القدرة على التنفيذ بتاعة المرأة فالمرأة بتعرف تكتب وتتكلم وترغي وعندها سحبتها وعندها مامتها وعندها جارتها وعندها حاجات كتيرة قوي حتى لو كانت ست بيت بسيطة جداً مش بتشتغل لأن ده في طبيعة المرأة الكلام والتفاصيل والفطفدة بتعرف تفطفة الرجل في الأصل أنه هو قليل الكلام ما بيحبش التفاصيل الكتير عايز يبقى to the point يروح على نقطة المشكلة ونحلها ففيه طبيعة مختلفة فالراجل دايماً حاسس ايه ده وشلنته وعملنا حوليه دي أنا ما عملتش حاجة تاني حاجة أنه مش علشان فيه بعض أنا برضو هرجع تاني عند حتة الظلم الفترة الأخيرة فيه تغييرات في قوانين الأحوال الشخصية أو أنا لما سمعت عنوان الحلقة أو لما تكلمت مع الإعداد كنت فهمة أن موضوع الحلقة أنه الراجل ظلم ولا مظلوم في حتة كمان أنه السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة بتتكلم أن الراجل بيخطف ولاد ولو راح بوقت الرؤية بياخدهم ويمشي وما يجيبهمش تاني وما بيصرفش على أولاده ويتبقى ستة حبيبتي واخدى حكم بالنفقة بس مش عارفة تنفذوا مع إنه مليونير ترجمة نانسي قنقر